المدخل الرئيسي لمدينة مقوري حاضرة محافظة وي خرج ابناء هذه المنطقة لاستقبال وفد مؤسسة القلب الكبير الذي يقوده عضو المؤسسة محمد تئيب عثمان الذي جاء برفقة وعض كوادر الإقليم لعلان القافلة الطبية الخاصة بعلاج مرض العيون التي نظمتها المؤسسة بالتنصيق مع جمعية القلم لثقافة والتنمية ويدخل ذلك ضمن الأنشطة الخيرية التي تقوم بها المؤسسة لصالح الشرعي الضائفة وقد اطضها خلال حفل الانطلاق الرسمي بأن القافلة يستفيد منها 300 مصاب بمرض تبيض العيون الذي يعرف بالكترك وبعيد المداخلات التي شهدها الحفل والتي كان من بينها كلمة محافظ محافظة وي كوتي يسبو قدم رئيس بئسة مؤسسة القلب الكبير محمد تئيب عثمان خطابا قال فيه إن مؤسسة القلب الكبير وضمن انشطاتها الخيرية سجلت محافظة وي ضمن المناطق المستعدة في القافلة الطبية وخلال أسبو يقوم الفريق الطبي بإجراء استشارات طبية للمصابين وكذا القيام بعمليات جراحية فورية ليستفيد منها أبناء المنطقة أما رئيس جمعية القلم للثقافة والتنمية داير محمد فقد أكد بأن هذه القافلة الطبية تدخل ضمن الأنشطة الخيرية التي تقوم بها الجمعية الدافع من تنظيم هذه القافلة هو المساهمة في رفع المؤشرات الصحية في البلاد وفق خطة لنا في المساهمة في تحقيق أهداف التالي المستدامة السبب في اختيار مدية المنقوري لأنها منطقة اللاك بحيرة شاد وهي منطقة تعاني من مشاكل عديدة منها المشاكل الصحية منها المشاكل البيئية وأقبل انطلاق الرسمية لهذه الحملة فورا زار وفد مؤسسة القلب الكبير برفقة رئيس جمعية القلم والوفد القطري المصاحب له ذرو مركز المنقوري الصحي والذي يتم فيه إجراء العمليات للمصابين وقد لاحظ الوفد أن العملية تم فيها إجراء خمسون حالة عصابة كانطلاق أولية لهذه الحملة التي ستصحبها عمليات إنسانية أخرى من قبل مؤسسة القلب الكبير في قادم الأيام